السلام ومرحبا بكم خلال هذا اللقاء سوف نقوم بإصلاح فرض مراقبة عدد واحد في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة السابعة أساسي وسوف ننطلق بالتمرين الأول حيث يقول المناسب المناسب عفوا أولا يقول العدد مئة وخمسة قابل القسمة على اثنين أو خمسة هنا نلاحظ هنا أن رقم أحد هذا العدد هو خمسة وبالتالي هذا العدد مئة وخمسة قابل القسمة على خمسة وهو لا يقبل قسمة على اثنين لأنه عدد فردي بكل بساطة لأن رقم أحده خمسة وخمسة فردي هذا العدد مئة وخمسة قابل القسمة على ثلاثة على تسعة أي الاختيارين الصائب هنا نلاحظ هنا أن مجموعة أرقام هذا العدد مئة وخمسة هو خمسة زائد واحد يساوي ستة ستة هنا من مضاعفات ثلاثة وبالتالي هذا العدد قابل قسمة على ثلاثة نفس الشيء هنا لا يقبل قسمة على تسعة لأن مجموعة أرقامي الستة ليست من مضاعفات تسعة نمر إلى السؤال الثاني يقول لاحظ الرسم المقابل أليف الموسط العمودي للقطعة A-B كما ترون القطعة A-B الموسط العمودي لهذه القطعة يظهر للعيان أن الموسط العمودي لهذه القطعة هو المستقيم دلتا لأن هنا هذا البعد مستقيم التعامد فبالتالي الموسط العمودي للقطعة دلتا هو المستقيم دلتا عفوا الموسط العمودي للقطعة A-B هو المستقيم دلتا فالموسط العمودي للقطعة A-D كما ترون هنا القطعة A-D أمامنا الموسط العمودي لهذه القطعة كما ترون لدينا هاتين العلامتين يعني أن هذا البعد هذا يعني أن المستقيم بي سي هو الموصل عمودي للقطع دي وليس دلتا نمر إلى التمرين الثاني يقول دع مكان النقاط العدد الصحيح الطبيعي المناس العملية الأولى ماذا لدينا ستة عشر نطرح منها عدد نحصل على ستة عشر فبالتالي المعلوم هنا ستة عشر إلا سفر تساوي ستة عشر فبالتالي نكمل النقاط هنا أو نضع مكان النقاط سفر العملية الثانية عدد صحيح طبيعي زائد ثلاثة عشر يسوي اثنين وعشرون أي ماذا نضيف لثلاثة عشر كي نتحصل على اثنين وعشرون بالتالي هنا هذا العدد ما هو إلا اثنين وعشرون إلا ثلاثة عشر وهو تسع تسع زائد ثلاثة عشر يسوي اثنين وعشرون العملية الموالية كم نطرح من 139 كي نحصل على 100 الأمر هايل 139 إلا 39 نحصل على 100 العملية الموالية عدد ما عدد صحيح طبيعي نطرحه منه 15 ثم نطرح منه 9 نحصل على 23 مبدئين هذا العدد يساوي كم هذا العدد نطرح منه 9 نحصل على 23 وبالتالي هذا العدد كما رأينا خلال حصص درس يساوي 23 23 زائد 9 23 زائد 9 يساوي كم 32 وبالتالي هنا إلى حد هنا لدينا هذا العدد نطرحه منه 15 نحصل على 32 ما هو العدد الذي نطرح منه 15 نحصل على 32 وهو بكل بساطة 32 زائد 15 وهو 47 40 وبالتالي هنا 47 إلا 15 يساوي 32 32 إلا 9 يساوي 23 وبالتالي النقاط هنا نكملها ب47 علماً أن هذا العمل يكون على المسود نمر إلى التمرين الثالث أحسب بأيسر طريق هناك ما رأينا خلال حصص الدرس يجب يجب الاستعانة بخاصية الجمعة هنا هي عملية تبديلية وتجميعية وبالتالي ضرورة معرفة التعامل مع الأقواس هنا هنا لدينا علامة موجبأ قبل الأقواس يمكن حذف الأقواس بدون أي إشكال هنا لدينا أيضاً علامة موجبأ قبل الأقواس يمكن حذف الأقواس بدون أي إشكال فبالتالي هذه العملية يمكن كتابته على هذه الشاكلة 4555 زائد 499 زائد 555 إلا 499 هنا بما أن عملية الجمع هنا هي عملية تبديلية وتجميعية نغير هنا الأماكن هنا تصبح هنا 499 إلا 499 تساوي 0 ماذا بقي لنا 4555 زائد 550 كأننا جمعنا أو ألغينا هذين العددين 499 إلا 499 يساوي 0 ماذا بقي لنا هذا المجموع يساوي 5120 نفس الشيء هنا لدينا علامة موجبأ قبل الأقواس يمكن حذف الأقواس بدون أي إشكال وأيضاً هنا لدينا علامة موجبأ قبل الأقواس يمكن لنا حذف الأقواس بدون أي مشكل ماذا بقي لنا يمكن إتابة هذه العملية على هذه الشكل 5250 زائد 650 إلا 636 نفس الشيء هنا لدينا 660 إلا 636 يساوي 0 لأن عملية الجمع هنا تبديلية يمكن تبديل هنا الأماكن هنا 755 مكان 636 سوف نرى هنا 636 إلا 636 ماذا بقي لنا هذا المجموع 5250 زائد 750 يساوي 6000 العملية أخيرة سهلة يكفي أن نجمع هنا هذا المجموع ما بين الأقواس وهو 157 وبالتالي 150 إلا 157 يساوي 0 نمر إلى التمرين الرابع الهندسة أولا يقول أرسم قطعة مستقيم A B حيثها 4 سنتيمتر ومنتصفها O هنا قطعة مستقيم طرفيها A و B وطولها 4 سنتيمتر نمر إلى الرسمنا قطعة مستقيم كما ترون A B طول هذه القطعة 4 سنتيمتر واحدة القيس هنا هي السنتيمتر A B يساوي 4 سنتيمتر O منتصف هذه القطعة هنا 4 سنتيمتر معلومة أن نصفها يساوي 2 سنتيمتر وبالتالي الأمر هايل هنا وبالتالي O منتصف القطعة هنا A B يعني A O يساوي O B يساوي 2 سنتيمتر يمكن تعيين مباشرة النقطة O تبعد عن A 2 سنتيمتر وعن B أيضا 2 سنتيمتر ذاك هو منتصف القطعة A B فبالتالي هنا رسم القطعة A B هايل وتعيين النقطة منتصف A B أيضا سهل وهايل نمر للسؤال الموالي يقول ابني المستقيم دلتا الموصل عمودي ل قطعة المستقيم A B الموصل العمودي كما تعلمون هو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن طرفي القطعة كيف يتبناء الموصل العمودي دلتا ل القطعة A B كما رأينا خلال حيسس الدرس باستعمال البركار كما ترون هنا باللون الأزرق دلتا هو الموصل عمودي لهذه القطعة كيفية البناء أضع عبرة البركار على نقطة A والقوس الدائري الأول وأحافظ على الفتحة وأضع عبرة البركار الآن على B القوس الدائري الثاني القوسان الدائري يتقاطعان عند هذه النقطة وأقوم بنفس الشيء من الجهة الأخرى من القطعة أضع عبرة البركار على A القوس الدائري الأول ثم أضع عبرة البركار على النقطة B مع المحافظ على فتحة البركار والقوس الدائري الثاني القوسان الدائري يتقاطعان عند هذه النقطة وحينها أربط النقطتين هنا سوف أحصل على المستقيم دلتا حتما المستقيم دلتا سوف يمر عبر O منتصف القطع AB لأن O في حد ذاتها هي متساوية البعد عن طرفي القطع A O 2 سنتيمتر O B 2 سنتيمتر بالتالي المستقيم دلتا الموصل العمودي للقطع AB يمر حتما أو وبالضرورة عبر النقطة O بطريقة متعاملة هذه هي علامة التعامل هذا هو الموصل العمودي دلتا للقطع AB وبالتالي أنهينا مع دلتا العمودي للقطع AB نمر إلى السؤال الوالي ثالثا أليف عين النقطة C على المستقيم دلتا حيث CO يسوي 2 سنتيمتر نعود إلى الرسم وسوف نعين النقطة C حيث CO يسوي 2 سنتيمتر الآن النقطة O معلومة وسوف نعين النقطة C حيث CO يسوي 2 سنتيمتر لدينا هنا نقطة C معلومة أنها تنتمي المستقيم دلتا وإضافة إلى ذلك CO يسوي 2 سنتيمتر يمكن تعين نقطة C هنا أو في الأسفل هنا. المهم النقطة C تبعد عن O 2 سنتيمتر. هذا البعد 2 سنتيمتر. ويمكن تعينها أيضا هنا. المهم 2 سنتيمتر. البعد C O 2 سنتيمتر. أنا اخترت أن أضع أو أعين نقطة C هنا. وبإمكان أي تلميذ أن يعينها أيضا في هذا المكان. أسفل النقطة O. المهم النقطة C تبعد عن O 2 سنتيمتر. هذا فيما يهم البناء بطبيعة الحال البعد معلوم الآن باستعمال الكوس أو البركار أقيس هذا البعد 2 سنتيمتر ثم عين النقطة C أو مباشرة باستعمال الكوس أقيس 2 سنتيمتر أو عين النقطة C C تنتمي إلى دلتا وتبعد عن O 2 سنتيمتر وبالتالي أنهينا مع تعيين النقطة C على دلتا وتبعد 2 سنتيمتر عن O السؤال الموالي قارن بين البعدين C A و C B نعود إلى الرسم ثم سوف نقرأ معاً التحرير سوف نقارن بين البعدين C A و C B البعدين هنا C A و C B قبل قليل قلنا أن النقطة C تنتمي للموصل عمودي دلتا بما أن دلتا الموصل عمودي للقطع A B هي مجموعة النقاط المتساوية البعد عن طرفي القطع يعني كل نقطة من هذا المستقيم دلتا الموصل عمودي ل A B هي متساوية البعد عن طرفي القطع يعني عن A و عن B يعني بما أن النقطة C تنتمي لدلتا يعني أن C متساوية البعد عن طرفي القطع A و B يعني C A يساوي C B فبالتالي نعود إلى التحريق الآن لدينا C A يساوي C B بكل بساطة لأن النقطة C تنتمي للموصل عمودي دلتا فبالتالي C متساوية البعد عن طرفي القطع وعيد قراءة التحريق كل نقطة من دلتا عن موصل عمودي للقطع كل نقطة هنا هي متساوية البعد عن طرفي القطع هذا يجب أن يكون معلوم من طرف التلاميذ و انتلاقا من هذا المعلوم بما أن النقطة C تنتمي للموصل عمودي دلتا الموصل عمودي لهذه القطع فأن C متساوية البعد عن طرفي القطع وماذا يعني C A يساوي C B وهذا ما نريده هذه هي المقارنة C A يساوي C B وهذا هو التعليل التعليل يعني الدليل والبرهنة يعني التعليل والبرهنة نمر إلى السؤال الرابع بنا أيضا أليف ابني المستقيم دلتا أولي الموصل عمودي لقطعة المستقيم C A نعود إلى الرسم C معلومة الآن و A معلومة الموصل عمودي للقطعة C A الآن النقطة C معلومة والنقطة A معلومة الموصل عمودي لهذه القطعة C A باستعمال البركار أضع عبرة البركار على الطرف الأول للقطعة A القوس الدائري الأول ثم أحافظ على الفتحة أضع عبرة البركار على نقطة C الطرف الثاني لهذه القطعة القوس الدائري الثاني وأعيد نفس الشيء من الجهة الأخرى بهذه القطعة وسوف أحصل عن هاتين النقطتين أربط هاتين النقطتين سوف أحصل على المستقيمة دلتا أولي وهو الوصل العمودي للقطعة السي وسوف يمر حتما عبر منتصف هذه القطعة السي وأضع هنا علامة التعامل وأيضا يعني أن هذا البعد مساوي لهذا البعد وهكذا أنهينا مع بناء دلتا أولي الوصل العمودي للقطعة السي نعود الآن إلى السؤال الوالي بعد بناء المستقيم دلتا أول المستقيم للقطعة السي يقول قارن بين البعدين أو سي و أو آ نعود إلى الرسم عندما نقارن بين البعدين أو سي و أو آ نعود إلى الرسم ونرى أو سي و أو آ قبل قليل قلنا أن البعد أو سي يساوي 2 سنتيمتر والبعد أو آ أيضا مساوي الاثنين سنتيمتر لماذا؟ لأن O منتصف A B يعني O A يساوي O B يساوي اثنين سنتيمتر فبالتالي البعد O A يساوي اثنين سنتيمتر والبعد O C يساوي اثنين سنتيمتر فبالتالي O متساوية البعد عن طرفي القطعة A و C نبقى على مستوى المقارنة مقارنة بين البعدين O C و O A O C يساوي O A لأن O C يساوي اثنين سنتيمتر هذا معطى من خلال تعيين النقطة C تبعد عن O اثنين سنتيمتر ونعلم أن O منتصف القطعة A B منتصف القطعة يعني O A يساوي O B يعني اربع على اثنين يساوي اثنين سنتيمتر O A يساوي O B يساوي A B على اثنين يساوي اثنين سنتيمتر وبالتالي O A يساوي O B جيم السؤال الأخير استندج أن O تنتمي للمستقيم دلتا أول الأمر هاين الآن للغاية واجب تذكر معنى الموصل العمودي وتعريفه لدينا البعد O C يساوي البعد O A يعني أنا كما قلت منذ قليل النقطة O متساوية البعد عن طرفي هذه القطعة A و C يعني O تنتمي للموصل العمودي للقطعة A C وبما أن الموصل العمودي للقطعة A C معلوم هو دلتا أول يعني O تنتمي لهذا الموصل العمودي دلتا أول بكل بساطة هذه هي الفكرة الأساسية ونعود لقراءة التحرير معنى كيف سنكتب الآن بما أن O A يساوي O C قبل قليل O A يساوي O C يساوي 2 سنتيمتر ماذا يعني؟ يعني أن O متساوية البعد عن طرفي القطعة A C O A يساوي O C يساوي 2 سنتيمتر يعني النقطة O متساوية البعد عن طرفي القطعة A C وبالتالي هنا بما أن مجموعة النقاط المتساوية البعد عن طرفي القطعة A C هي تمثل الموصل العمودي لهذه القطعة A C وهي دلتا أول وبالتالي O تنتمي للموصل العمودي لهذه القطعة A C واللموصل العمودي ما هو إلا دلتا أول وبالتالي النقطة O تنتمي لدلتا أول وهذا ما نريده وهكذا أنهينا مع إسلاح هذا الفرد شكرا على المتابعة وحظ موفق وإلى اللقاء